اهلا بكم في النشرة الاقتصادية انطلقت فعليات معرض البحرين الدولي العقاري بايبكس بمشاركة نخبة من شركات تطوير العقاري وطرح المزيد من المشاريع العقارية الواعدة التفاصيل في التقرير التالي بعد انقطاع دام خمس سنوات ها هو معرض البحرين الدولي للعقارات بايبكس يعود من جديد بمشاركة خمس واربعين شركة متخصصة في التطوير العقاري في دلالة قوية على عودة ثقة المستثمرين الى السوق العقاري وتكيفهم مع اخر المستجدات الاقتصادية الاقليمية والدولية كما ترون المعرض به اجنحة من قبل كل المطورين الرئيسيين في المملكة طبعا جمعية المهندسيين بدأت بهذا المعرض منذ الفين واربعة وعملنا سبع معارض سنة مناسبة لعودة هذا المعرض وبقوة يتزامن المعرض هذه السنة مع جهود حكومة البحرين الدؤوبة في تطوير البنية التحتية اضافة الى مجموعة من مشاريع الاسكان الهادفة الى رفع مستوى المعيشة في المملكة مع تعزيز شراكة القطاعين الحكومي والخاص كما اثبت الاهتمام المضطرد الذي شهده السوق العقاري مؤخرا استمرارية نمو الاقتصاد الوطني في السنوات الاخيرة ثمرت هذه المشاريع المعرض اللي نشوفه اللي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن عبدالله واللي يعتبر الدعم الاول لقطاع التطوير العقاري وطبعا ما شاء الله انوات وقعت المعرض اليوم بهذه الحجم نعتقد هذا دليل ان الطلب موجود والغبول موجود وانا اعتقد هذا يحفز مطورين اخرين استثمارات عقارية فاقت نصف مليار دينار تخاطب مختلف شرائح المجتمع والمداخيل سواء اكانت سكنية او تجارية او صناعية اجتمعت كلها تحت سقف واحد لتعيد معرض بايبكس الى مكانته المرموقة في مصاف المعارض العقارية العالمية وتنامي سمعته لجذب المزيد من المطورين والمستثمرين وطرح ما يرضي الطام حين الى اقتناء بيت احلامهم ترجمة نانسي قنقر